أعزائي الطلب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد لو أول مرة تشوفنا وعجبك الفيديو يريد تعمل لايك ولو مش مشترك في القناة اعمل سابسكرايب واشترك حالا وفعل الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري ولو عملت شير يبقى فيك الخير 3 2 1 أعزائي الطلب والطالبات مرحبا بكم في درس جديد من دوريس النهاردة مكملين لطلاب الصف الأول الابتدائي نهاردة في الدرس الرابع تعالى نتكلم عن كلمتين مهمين الأولى مصنوع من مصنوع من التانية مصنوع من لكن ايه الفرق بينهم ايه الفرق بينهم انا كولية امر او كتلميذ ازاي استخدم طريقة سهلة جدا وسهلها عليك لو شكل المادة بيتغير باختار لو شكل المادة ما بيتغيرش باختار يبقى مع لا يتغير شكل المادة شكل المادة لا يتغير انما مع يتغير شكل المادة انا مش فاه تعالوا واحدة واحدة نقول ايه لو انا قلت زادار الباب مصنوع من الخشب يا طرى بعد ما بقى باب بقى باب حديد ولا باب خشب باب خشب فبالتالي هو هيفضل خشب هقول عليه طيب تعالوا كده نشوف الفابرك مثلا الفابرك اللي هو الايه القماش ده مصنوع من ايه القماش شايف شكل القماش عامل ازاي من القطن اذا الشكل تغير دي على بعضه انما ده كان عبارة عن خيوط يبقى ايه اللي حصل هنا تغير شكل المادة الشكل ده السمرة تغيرت اصبحت منتج وبالتالي هقول ماد فرم اقول فابرك اللي هو القماش مصنوع من كوتن طيب تعالوا واحدة واحدة اول حاجة عندي ايه الفابرك مصنوع من الايه من القطن يبقى انا هقول فابرك is made from كوتن طيب التي شيرت مصنوع من الايه من الفابرك والتي شيرت من القماش والفابرك هو القماش تي شيرت والفابرك اللي هو الايه القماش تغير المادة لا ما هو ده ماش وده هو ماش الخبز من الدقيق طب شكل الدقيق هو شكل الخبز لا يبقى تغير شكل المادة فهاختار from floor الدقيق بجيبه منين الدقيق من القمح طب يتغير طبعا دي حبوب وده شكل مختلف خالص عن الحبوب الدقيق مختلف عن الويت القمح وبالتالي هقول made from ربيت افتر ميه قول معايا كده كوتن كوتن فابرك فابرك تي شيرت تي شيرت ويت ويت فلور فلور برد برد نقولهم مرة تانية كوتن فابرك تي شيرت ويت فلور برد طيب تعالا بقا ناخد التمرين اللي هيعرفني made of او made from تي شيرت التي شيرت is made of مصنوع من فابرك من القماش فابرك is made from مصنوع من كوتن برد الخبز is made from فلور مصنوع من الدقيق فلور is made from ويت والدقيق ده مصنوع من من القمح بعد كده تعالا نحل التمرين اللي معانا بيقول match a with b اوصل l a b l b تعالا نشوف التوصيل اللي معانا اول كلمة اللي اقرأ مع بعض exit exit يعني ايه exit برافو عليك يعني خروج فين الخروج اه برافو عليك اه برافو عليك يبقى هاختار حرف l b police officer طبعا كلمة سهلة كبيرة بس سهلة police officer ده ضابط الايه الشرط d t-shirt طبعا t-shirt باينة من اسمها t-shirt c bread يعني ايه bread برافو عليك خبز fabric طبعا هي الوحيدة اللي باقيه اختار وماش اللي هو ايه بعد كده بيقول لي lock and circle انظر وضع دائرة اللي قدامي ده ايه fabric يعني وماش ولا floor يعني ادي ايه طبعا ده وماش لا يبقى floor ده ايه دي ورقة شجر leaf ولا lemon علينا واحدة زيها قبل كده leaf ده بدا ايه doctor ولا teacher برافو عليك doctor soliger engineer طبعا ده قدامنا مهندس soliger يعني gondi لما مهندس يعني engineer احط دائرة على engineer طبيبة بيطرية dentist طبعا ده طبيب الاسنان vet طبيب بيطري wheat cotton cotton يعني الطب wheat ها برافو عليك القمح يبقى حط عند ويت دائرة كده بيقول لي write the missing letter يعني حط او اكتب الحرف الناص الصورة الاولى فيها كلمة teacher teacher ناص ايه برافو عليك حرف c t-shirt shirt t-shirt برافو عليك الاي fabric fabric برافو عليك الار vat طبعا دي سهلة الار vat fighter fire fighter h تمام floor برافو عليك الار بعد كده بيقول لي lock and complete بص لجمل وي اكمل she is a وظفتها ايدي bravo vat he is a ده رجل الاتفاق fire fighter عبارة عن كلمتين fire fighter she is a برافو عليك teacher يعني معلمة he is an he is an an e engineer bravo she is a طبيبة doctor he is a ضابط شرطة اللي هو ايه police officer ضابط الشرطة اشكر لكم طبيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة